في يوم من الأيام كانت سعاد تسير بين أرجاء الغابة وفجأة رأت بحيرة كبيرة سرت كثيرا لأنها كانت بحاجة إلى الماء برية أزهار حديقتها التي زرعتها بالقرب من منزلها أحضرت دلوا ملأته بالماء كانت دلو ثقينا جدا حملته بمشقة إلى حديقتها ترت هذه العملية يوما بعد يوم وبعد أسبوع وبينما سعاد تتأمل أزهارها الجميلة أخذت تفتر في طريقة أسهل من حمل دلو لما لقيته من مشقة في ذلك وفجأة قالت وجدتها نعم أكيد وجدتها سأحفر قناة من البحيرة نحو حديقتي بدأت سعاد في اليوم الثاني بمشروعها الجديد وماء انتهت منه وجرى الماء في القناة حتى شعرت بسعادة غامرة قالت لا تعمل بذكاء ولا تعمل بعنى سبقة الماء التي صنعتها أفادتني كثيرا من خلال هذا المقطع عزيزتي فكري أكبر عدد ممكن من الشبكات من حولك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة